من المثنى إلى أوروك مقترح قدمه رئيس اللجنة القانونية في مجلس المثنى لتغيير اسم المحافظة ويأتي هذا المقترح بعد أن أدرجت مدينة الوركاء الأثرية ضمن ملف العراق على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو هذا المقترح الذي قدمناه لتضمن تغيير اسم محافظة المثنى إلى محافظة أوروك جاء تماشيا مع القرار الذي صدر في منظمة اليونسكو الدولية وحقيقة نعتقد هذه الرسالة نوجهها إلى المنظمة الدولية وكذلك إلى كل دول العالم ونحاول من خلالها تسليط الأضواء على واقع هذه المنطقة والأرث الحضاري هذا المقترح لم يخرج من دائرة الجدل كالعادة حتى من داخل جسد الحكومة المحلية فضلا عن المواطنين الذين أكدوا على أهمية أي مجلس المحافظة قطاع الخدمات الأهمية الأكبر فيما لم تخلو ساحة المقترح من المناصرين أيضا نرى أن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة معمقة ومسألة جوهرية فيما يتعلق برأي الشارع فنحن نرى أن لا بد من إجراء استبيئان يسبق إقرار الفكرة بالإضافة إلى قضية التوقيتات الزمنية مؤاخذاتنا عليها هي التوقيت السيء بصراحة لأنه توقيت المبادرة هذه لم يكن في محله المحافظة تعاني من نقص حاد في تيار الكهربائي وفي مياه الشرب وقد حصل تأييد واسع لهذه الخطوة من داخل المحافظة ومن خارجها ومن داخل العراق ومن خارجه خصوصا من النخب والأكاديميين والباحثين والمتخصصين لأنهم يدركون ما سيحققه ذلك من عوائد استراتيجية ومالية واقتصادية واجتماعية وحتى نفسية في انبعاد حضاري جديد مختصون أشاروا إلى أن القانون لم يخول مجالس المحافظات بتغيير اسمها إلا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية باستثناء أسماء القرى والأقضية والنواحي حيث منحها القانون هذا الحق لا يوجد نص قانوني يبيح لمجلس محافظة المثنى تغيير اسم المحافظة لكنه ورد حقيقة فقط في قانون مجالس المحافظات العام 2008 إمكانية تغيير فقط القرية والناحية والقضاء من قبل مجلس المحافظة بموافقة أعضاء مجالسها المحلية وكانت مدينة الوركاء قد انضمت إلى لائحة التراث العالمي مع موقعين أثريين هما أور وأريدو وأربعة مواقع طبيعية أخرى في أهوار الجنوب من السماوة أحمد السعيدي الحرة